السلام عليكم ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا مرحبا بكم في قناة شوبر الديزير اليوم الحصة تعناوين سنتكلموا على الحجام لا وجود لأي بيان رسمي من الفاف لدعم لعاب حجام لك منك كل الدعم لك من كل الدعم يا حجام لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملاتهم يودي هيا في ذلك حتى حتى لماذا كلمة حتى 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 تتبع الملاتهم ليس قبلوش حتى هذه كلمة حتى فيها بزيز سوالح شوف البيان يعني البيان تصبحها رسميا للمنتخب المالي نشرت تغريدة مساندة للعاب حكتو كيفاش حتى حتى McCoy ليس قبلوش هذا ما أ Proseгу فأنات في ذلك حتى في ذلك حتى 90% هل يمكنك أن نتابعهم قضائياً؟ فإنهم يمكنهم أن يكونوا تضامن على تصويرهم لأنهم لا يتمهم بالكامل فإنهم يعتبرون أنهم أنهم يجبونهم جزائري هذه هي وما هذة السؤال سيكون هذه الصور مرحلة وليلة في الليل سيكون لديها باين على البلد الذي سيصلكم من الفيديو قليلاً ما هي أن هذا وانجدد المدرب نادي نونت الفرنسي أنطوريو إبعاده للدولة الجزائرية خوام حجام من الفريق لمواجهة ثانية عن التوالي بسبب إسرائيل على أداء فريدة الصوم وأكد المدرب الفرنسي خلال ندوة صحيفة اليوم الثلاثة أنه مصر على موقفه فيما يخص الدولة الجزائرية الموظيف أنه لم يعاقب حجام وإنما لديه قواعد يجب على الجميع احترامها والذي يخالف ذلك لن يكون ضبء مخططته وأضاف ذات متحدث عند نهاية شهر رمضان عند نهاية شهر رمضان سيعود حجام إلى المجموعة لست أنا من حرمه من الفريق بل هو من حرم نفسه من ذلك بسبب معتقداته الدينية وهو دينية وهو يفطر رمضان الكريم لديه يقرر بل هو boniqu�� لديه فعندما وبالنطبع لديه ويديه فعندما يبترأ المدكس وهو يختترر بل هو يدعي في أوروبا ويجب أن تكون لديه رمضان وهو يجب أن تكون لديه رمضان رمضان ربي يتسابح معه انتالك رايح تلعب ربي ما تلعب انتالك رايح تلعب انتالك رايح تلعب تلعب صايم لا تفترش سترى الناس كيف وين يعطون الامزيل هذا مليح هذا بن طالب كما يصف مرابط هذه اللعبة كما اكراد كما بالرحمة كما هذا يشوفهم رياح ما يفتره شرمضان سليماني ما يدر الصح سليماني بلايلي ما يفتره شرمضان ما يدر الصح حقيقة ما يأكله شرمضان قال لي يقولك لا ما يأكله شرمضان واضاف ذات متحدث عند نهاية شرمضان سيعود حجام الى المجموعة لست أنا من حرمته من فريق بل هو من حرم نفسه من ذلك بسبب معتقدته الدينية ليس معتقدات هذا فروض على الإنسان إلا أنتم كفار فرق ما أنتم تأمنوش وبهذا سيضع صاحب 19 عام أهم مقابلة لناديه هذا الموسم عندما يستقبل نادي ليون في إطار نصف النهائي كأسفرنسا وتلقى الدولي جزائي موجة من تعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي من جنسيات مختلفة انتقادت معاملة القاسية للمددب الفرنسي الذي أجبر لعبي نادي نورد المسلمين على إفطار خلال يوم إجراء المقابلات حتى الموقع يعني موقع الرسمي كورة القادم للمالي ويتعاطف مع حجاب وصحيفة صحيفة فرنسية وكشفت تقاريص صحيفة فرنسية أن الدولي جزائي جون حجاب لن يشارك مع ناديه نورد إلا ما بعد انتهاء شهر رمضان الكريم ونشر موقع أونز مونديال أن المدرب نورد أنتونيو قرر عدم اعتماد على الوفد الجديد لصفوف الخض بسبب التزامه بالسيام شهر مضان وتجد الإشارة إلى أن الفريق نورد ينظم ينظم ست لعبين مسلمين من بينهم جون حجام حيث أن خمس منهم يلعبون بشكل عادي بعد تخليهم عن الصوم إلى الدولي الجزائري جون حجام الذي يتعرض إلى مذايقات ومعاملات غاربة من مدربه في النادي يعني ما هو ربي يكون معاك والله ربي لا وفقك والله لا يعتك الصحاء يا حجام والله يا ربي لا وفقك إذنك إن شاء الله بربي وفقك وعندك كالعادي ومتلعب في نادي كبيرة إن شاء الله بربي إن شاء الله يا ربي لا تشاهد الضغوط هذا هو أفضل التمثيل هذا هو أفضل التمثيل هذا هو أخي هذا هو أخي كل شيء يأتي في وقتها إن شاء الله أيضاً لا ترى نرى الأمر الذي تكتبت لكننا لا ترى نرى الناس ما الذي تكتبت أنا أرى الناس كونة القدم ليست الأهم في حياة لأن الإسلام هو حياة بالنسبة لكل مسلم وقامت الاتحادية المالية لكونة القدم عبر صفحتها الرسمية على تويتر بتغريدة تساعد بها الدولي الجزائري جون حجام بعد استبعاده من مباريات فريقه نوت الفرنسي تمسكه بالسيام شهر رمضان المبارك الاتحادية الجزائرية غائبة وتستعمل الإعلام من الفتنة أو أغراض شخصية ملتوية هذا مكان يعني وين يحوسوا ما على بالهم شيئا يحوسوا هما يحوسوا يتكلمون لك على هذا ما تصور شي ما تهدر الصحافة قالوا لي قالوا لي بللي كيف ناسوا بغية تخسر هذا مكان من كاس حاجة زور كما ذاك تشوف المالي ضربتكم سبعة المالي ضربتكم سبعة هذه هي المالي أعطتكم كف المالي ضربتكم كفاوت المالي ضربتكم كفاوت كل شيء يجي في وقت القيام قلوا يحل عليكم ريستاد قلوا يحل عليكم ريستاد قلوا له قلوا له يحل عليكم ريستاد إلا بغيتوا إلا بغى قلوا له يحل عليكم استاد والله العظيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وإن شاء الله دائما معكم بجدد وليمشي أبوني أبوني معنا ورب يحبظكم بخاوتي